قيادة المرأة للدرجات النارية في لبنان لم تعد نادرة لكن مشاركة السيدات في السباقات على الأتسردات في ظل غياب الحلبات المخصصة لذلك تبدو خطيرة للغاية ابنة بلدة شبعة المهندسة مونة الخطيب تخطط المحظورات وقبلت التحدي كنت بالشغل مرة وإجا شاب معي بالشغل مع مطو صلعني معه كالصدورة صغيرة عجبتني حبيت الفكرة كثير حبيت الفيرينج اف ادرينالين وهيك قررت وقته أنه أنا بدي سو مطو وجبت مطو وتعلمت عليها كأهل أو مجتمع بيقولوا لأ خطيرة وخطرة فيها الحادثة مكلفة يعني أنا بيتمنى أنه يكون فيه تجهزات للطرقات أو يحصنوا طرقات أكتر أو يمكن يعملوننا حلبي لأننا نحنا كدولة يعملوا حلبي مثل باقي العالم في عنا شباب لبنانية بإمكانياتهم الضئيلة هني بمجهودنا الشخصي بتمرنوا عطرقاتنا بتنقل بك أندي يمكن أو بتنقل أيام معينة كيف تجتمعوا؟ نا هلا كهواية منروح منجمع حالنا جروبات منعمل عاملين جروبات منروح على نهار أحد على محل بلبنان نحنا كمجتمع شرقية من قبل أن أبلاش بال2008 كأسوقت مطوية كانت صعبة كتير ما كان في بنات بسوقه واجهت كتير حواجز إنه هيدا للشباب ما بعرف ليه إنه هي رياضة ومش ممنوع البنية تسوق مطو بعدين هلا تعبلوا الفكرة تقرشتها للفكرة فيك تقول بدنا نشوف فيديو لقليك هاي دي أنت أول واحدة ولا التانية؟ إيه أول واحدة أول واحدة هولي وين الأوتستراد؟ هولي الأوتستراد على الأوتستراد الأسود بنسميه بترابوس هادي الأوتستراد مطلع عليه هم نعمل درايج ريس فوق هوني مطلع من عطول أنت بتسبقي يعني هلا هيدو الفيديوز قلية أنا بصراح ما حدا نسباني تتنافسي مع الشباب ولا معنا؟ إي مع الشباب أنا ما في بنت غيري بتعمل هال درايج ريس أنا البنت الواحيدة في لبنان الباقي كله شباب هلأ جأت لعنها بالموتو ولا جأت لعنها؟ هلأ جيت سيارة اشتركوا في القناة